السلام الرحمن الرحيم نشرح محاضرة أوبيت الفارموكولوجي نبدأ حتى نطول الانالجيزيك دراج هي مسكنات الألم وكذلك لها همات كأنسيثيك هم لها دور بالتخدير الانالجيزية أو الانالجيزيك دراج دراج شنو معناها دراج the relief pain without loss of consciousness الانالجيزيك دراج يصنفوها الى ناركوتيك ونن ناركوتيك شنو يقصد بها الانالجيزيك يقول هي مزيلات الألم أو مسكنات للألم بدون أن الشخص يفقد وعي بدون ما يخضره أو شيء هي بس زيل الألم بس زيل الألم الناركوتيك إلا هد تصنيفين اما ناركوتيك أو نن ناركوتيك الناركوتيك هي which is act in cns and cause drowses يعني شنو مثل عندنا الأوبيت هي تشتغل على cns يعني 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 تزيل الألم بس من تزيله تسوي drowses يعني شخص يكون شن نعصان يعني أو تنومه هاي مثل من مثل الأوبيت بينما النن ناركوتيك النن ناركوتيك هي تشتغل على البرفرين هاي لا مثل عندنا الأسبارين ازيل الألم بس بدون ما تسوي هذا الفرق بين الناركوتيك و النن ناركوتيك هنا ننكبر الثورة نقرأ نفسنا 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 ن الـ TIPNATADAL والـ TRAMA DAL هذا الاني سانثيديك الـ OBID Receptor ها سنحن نحن نحصي عن الـ receptorات مات الـ OBID هذا الـ slide مهم عندنا 3 receptorات effect OBID أي عن الـ OBID هذا اللي دراجات مات الـ OBID كلها تشتغل على تكتصر على 3 receptorات يعني اما اي اكد بهي الاشتغلة على 3 receptorات اكد بهي الاشتغل على receptor 1 اكد بهي الاشتغل على 2 حسب الـ drug نوع الدراج فهذا يقول لدينا تث عوائل من الريسبترات تشتغل عليها الأوبيد الميو ميو 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 يشتغل على هذا الريسبتر ميو أمي لا erro يشتغل على هذا الريسبتر بس يشتغل على هذا الريسبتر يسكن الألم فما يقوم بفتره مثل ايفوريا الريب على عرض للوجود جميل الجسم يعتمد على إدمان الوجود كي اللي هي القابا ريسابتر هذا يقول هما تم هدفها انه هما تم انطل اوبيد حيات دراج من الاوبيد هما تتخفف الالم مدية انالجيزيا لكن شو سوي السوديسفوريا انكرياز او الانتي ديوريتيك هرمون ريليز سوي انتي ديوريتيك هرمون ريليز و سوي ديسفوريا بعد عدنا الدلتا اللي هو من ياخذ الدراج اللي هو الانتفيلان من ياخذ الدراج او اندوجينيس انتراكت مور سيلكتف لي هذا يكون سيلكتف على الدلتا ريسابتر شو راح يسوي وهذا طبعا موجود بالبريفري على الريسابتر اتميديت انالجيزيا همات راح يسكنني لانا من يجي هذا الانتفيلان يرتبط به اللي هو هذا الدلتا يعني سيلكتف لي يكون على الدلتا ويكون هذا موجود بالبريفري فيسوي الاميديت انالجيزيا شنو الميكانيزم اكشن مثل اوبيد الابد ريسابتر عر جيوبروتين كبالد مثل مجنة ذن الريسابترات كل هن اللي اخذنه هن هسه ذن كل هن جيوبروتين كبالد ريسابتر عر انهبت ادينال سايكلاز شي سوى اللي يثبطولي الادينال سايكلاز ذا ذا عر also associated with the increase البوست سينابتك بوتاسيوم افلكس الهايبربولارزيشن با اوبننج اوف بوتاسيوم شنو الميكانيزم شنو راح تتلخص الميكانيزم احنا موعدنا بوست سينابتك و بريسينابتك بالبوست سينابتك البوتاسيوم راح تنفتح بالتالي من راح تنفتح راح يطلع البوتاسيوم خارج الخلية العصبية يطلع فش يصير عدي يصير عدي هايبربولارزيشن بينما بالمقابل الكاليسيوم اللي موجودة بالبرية ش راح يصير لها راح تنغلق بالتالي شنو ما راح يصير عدي يعني يعني ما راح تدخل كاليسيوم للخلية زيان فبالتالي ش يقول فبالتالي ما راح يصير اطلاق للنيرو ترانزمتر لان احنا نعرف انه كما ينفتح من ينفتح الكاليسيوم راح شنو يزداد تركيز الكاليسيوم بالتالي الحويصة للفيزيكال اللي تحتوي على النيرو ترانزمتر راح تلتسق بالبريسينابتك وبعدها راح تنطلق من هالنيرو ترانزمتر للسينابتك و يعني يصير شي معين هنا لا ما راح يصير هذا الشي من ياخذ الشخص الاوبيد من ياخذ الشخص الاوبيد راح يصير عده راح تزداد تركيز البوتاسيوم او عفوا تنفتح البوابة البوتاسيوم اللي موجودة وين بالبوست من تنفتح يطلع راح يصير عده بالمقابل ما راح يصير هذا الوبيد بالبريسينابتك عده كاليسيوم اللي هي راح تنسد تنغلق فبالتالي ما راح يدخل كاليسيوم الى داخل الخليه العصبية او للبريسينابتك فبالتالي ما راح يرتفع التركيز الكاليسيوم فبالتالي ما راح يصير اي اطلاق للنيرو ترانزميتر للسينابتك هذه باختصار هنا على الرسل مثل ما قلت لكم هذا البوتاسيوم موجودة هاي بوست هاي بوست هاي بوست هاي بوست هذه الكاليسيوم موجودة بالبري من اخذ شخص معين اخذ اوبيد اوبيد سد الكاليسيوم بالتالي من سد الاياه ما راح يصير اطلاق للنيرو ترانزميتر تركيز الكاليسيوم هنا ما عدي كاليسيوم حتى يعني الحوالة تنتفخ يعني تجي تلتسق هنا ودور تطلق مالتها لا ما عندي ما عندي زين بينما اللي عندي هنا البوتاسيوم راح يرتفع عفوان موت يرتفع يعني تنفتح البوابة مثل البوتاسيوم فالبوتاسيوم يبدأ يطلع يطلع خارج الخلية هنا يطلع زين زين عندنا المورفين المورفين هذا منين يأخذوه او منين يعني يجيبونه المورفين is major content of أوبيان بوبي هذا يأخذوه من نبات نسميه نبات الخشخاش اللي هو أوبيان بوبي المكانزم أوف اكشن مثل ما قبل شوية المورفين يعني نفس ما شرحنا بالمكانزم بصورة عامة يقول أوبيان ن Такي أوبيان ريسبتور والمورفين سيقعد على المورفين نحن ندرق كل واحدة محدة أوبيان يعني نحن لدينا ثلاثة ريسبترات ميون وقابا ودلتا هذا سيقعد على الميون ريسبتر وكذلك ليس فقط في الميون لا موجود في الميون ريسبتر سيقعد عليهم سيقعد على الميون ريسبتر وعرفنا الطريقة بالتالي من السر عدة هيبر بولارزيشن سيقعد على الميون ريسبتر عرفنا كيف وشكرا المورفين اكت ات غابا ريسبتر اندورزل هون هاي المهمة يقول المورفين لأنه كذلك يشتغل عليهم على الجابا ريسابتر موجود بالVD يشتغل على الميونةий ولو الموجود في الجاسرا حصول pleased بالتالي من يشتغل عليه ما سيحدث؟ سيقلل من اطلاق مادة عدي مادة بالسبينال كورد نسميها سبستينس بي من تنفرز تحفز الألم فمن انا اريد اقلل الألم فانا انطيته مورفين فهذا ارتبط بالرسبتر اللي هو القابا رسبتر اللي موجود بالدورس الهور مادة بالسبينال كورد بالتالي شنو ثبت اطلاق هذه المادة اللي هي اللي موجودة وين بالسبينال كورد فبالتالي راح يصير عدي ازالة للألم الاكشن مالتا الانالجيزية اول شي عدنا المورفين يعني يزيل الألم مثلا اي ألم يزيله؟ لا مو اي ألم مثلا يعني هسا على سبيل المثال اذا واحد رأسه يجعطي مورفين لا اكيد فمورفين and other obede cause analgesia and relief pain مثل عندنا شخص عنده ألم بظهرة مثل 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 يوصل الألم كلش سفير يعني مو اي ألم الا سفير كلش سفير مثلا عندنا and more importantly by alternating brain perception of pain يعني عن طريق الbrain receptorات وهذا الأمور سيزيل الألم زيان الاكشن الثاني هو euphoria المورفين طبعا المورفين راح كلش يسوي يعني euphoria الشخصي يسوي عنده بعد euphoria make us by distinguish of dopamine containing neuron of ventral terminal area طبعا euphoria مستوى الدوبامين راح يرتفع اوكي مستوى الدوبامين راح يرتفع مستوى الدوبامين دعونا نقرأ هذه الملاحظة ونعرف ماذا نفعل يقول الدوبامين من يزيد يسوي euphoria من خلال inhibition للنهيبتري ما للقابا اللي هو يقلل الدوبامين فمن اسوي انهيبشن لهذا الانهيبتري لقابا النتيجة يزيد عدد الدوبامين في يسوي euphoria ما افتهمنا شوفوا طلاب احنا عدنا غابا انهيبتري غابا هذا الغابا هذا هو عبارة عن neurotransmitter نحن 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 نح يعني ثبتت هذا المثبت اللي هو يثبت لي مستوى الدوبة منه مثبتها انا ثبتت لهذا المثبت ما راح يصير عدي؟ يرتفع مستوى الدوبة منه المورفين يعتبر مثبت لهذا الانهيبتري غابا فيرتفع مستوى زيان تأثيره على راح يكون تأثير على الجهاز التنفسي من خلال انه يثبت من خلال انه يشتغل على الموجود بالبراين فيقلل انه يعني يسوي تبادل غاز وهذه الامور واستجابة للكاربون داوكسيد نطيهيه بالنومال دوز يعني اذا بالجرعة العادية هي يسوي عادة فعلية رسبيراترى طبعا رسبيراترى ديبراشن كل شي يسوي يعني اذا صار عدي شخص كل شي يسوي اذا شوكت اذا نطيه بجرعات عالية هو احتمال يصير اوكي بس يعني بالجرعات النورمال لكن يوصل هذا الديبراشن حتى الديث شوكت بالجرعات العالية ديبراشن اوف كاف سنتر يعني يستخدمون شنو انتيتيسف يعني مضاد للسعال اثنينات هم المورفين والكوديين انتيتيسف افكت باي سنتر يعني راح يشتغل على السنتر المسؤول على الكف الموجود بالبراشن فانتيتيسف يعني مضاد للسعال يقلل السعال الميوسيس 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 يصغر كل شيء يصغر ماذا يقول يقول سيتحفز الجهاز الباراسن بثاوي يعني شنو الجهاز اللي يشتغل وقت الراحة يعني ما محتاجة يعني انه اوسع اوسعه يعني خلال احنا نعرف انه باوقات مثلا احتاج ضوة فلازم انه يتوسع حتى اقدر اشوفه بس انا يعني خلال اوقات الراحة يعني انه اكو ضوة متوفر لا البؤبؤ ما تلعه يتقلص فهنا هنه هذا المورفين حفزلي الأوكليلوموتر هذا الأوكليلوموتر شغل الباراسن بثتك البراسن بثتك قلصلي الحجم يقول هذا مهم وعلامة كشخيصية الدني اذا الشخص كان فعلا مدمن على المورفين او لا لان الاشخاص المدمنين بالعادة هم لا يصير هاي الحالة انه يتقلص البؤب وما العين يصغر بحجمه بعد الميسيس المورفين كيما كيما يتقلص الباب من المورفين يستخدمون الباب بالشخاص الذين يتقلص الكيموثيرابي يعمل ماذا يعني يعني مو بس عفوا يعني المورفين يتقل بعمل اذا شخص يأخذ شخص يشتغل يعمل على الكيمو الموجود بالبراين فهو يحفزه وهو يقصر مسؤول عن الومتينج فمن يتحفز يسوي عده بعد غاسرو انتستينات تركت المورفين رليف ديارية ان ديزنتري باي ديجريزينج الموتولتي ان باي انكريزينج تون اوف انتستينال سيريكولر اسموث مصر شنو راح يكون تأثيره على الجي اي تي راح يسوي يعني رليف ديارية اذا شخص يعني عده ديارية وهذا الامور نحن نحن نسوي رليف ديارية رليف ديجريزينجة الموتولتي نحن نعرف ان الديارية صرت نتيجة الموتولتي هاته وصرت يقليل الموتولتي يزيد من التون بالشدة يعني ما تتلعبالات بالمالة فهتم بالطبع يعني ما تتخليها التحرك تصير قوية بعد انكريز تون اوف الانال سفينكتر حتى ما يصر يعني ما يصر IADIAR. بعد انكريز بالاوطر الرجال راح يزيد البيلاري تركت براشر بحيث لا يجعل المواد أو السوائل الموجودة داخل البايلاري تراكت تطلع فلماذا سوف نفعلها ويسد يغلق البايلاري سفينيكتر البايلاري سفينيكتر يغلقها ما نسميها السفينيكتر أو أودي بعد تأثيره على الكارديو باسيكولر المورفين باي سنترال أكتنج إمبير في المورفين ليسيار السمباثاتيك باسيكولر تأثيره على الكارديو باسيكولر هو باي سنترال أكتنج إمبير للمورفينيكو يعني ما يصبح يثبط شغل السمباثاتيك بالتالي يصبح يشعر في فيان ويصبح يثبط كأنه يشتغل بارة لأن السمباثاتيك يثبط فهو لا يكون يثبط يعني يصبح دايليشن عنده للفين والأرتري لان راح يتحفز من نفس الوقت شي يحفز لي حفز للفاقل سانتر اللي شي يصبح عده براديكاردية زين شغلة على الهستامين يسوي ريليز هستامين فرام ماستيال كاثنج يورتكيريا هذا المورفين الشخص اللي ياخذه راح يحفز الماستيال انه تطلق شنو هستامين اوكي فبالتالي الاشخاص يصبح عندهم يورتكيريا سويتينج فازو دايليشن زين هسا الفازو دايليشن صار عدي بسبب اما سمبثتك قللت نتيجة انه اخذ مورفين فصار عدي ونتيجة شغل الهستامين الماسسل طلقت له هستامين فسويت عدي فازو دايليشن ويرتكير له هذا الامور لذلك احنا نعرف انه الهستامين هو يسبب برونكو كونستراكشن يعني من ينضلق فهذا الدراج ما نستخدمه بالاسمة كونترا انديكيشن الاسمة زين بعد هرمونال هرمونال تأثير على الهرمون تأثير على الانديكيشن احنا نستخدم الانديكيشن نصر عندنا نقص بالاندروجين بالضبط هرمون بالضبط التستستيرون من هو بالضبط هرمون اللي هو التستستيرون من كونتراكشن تبدو تطلع عدي شخص يعني فدأ عراض انه فعلا انه صار عند التستستيرون قليل واحدة من العلامات بعد اللبر المورفين ما يبرولونج سيكون سيكون سيطول لذلك حتى ما ينصحون انه مرأة الحامل تستخدمها زين الآن سيقلل كونتراكشن مات ويقلل القوة الشدة ما يحبذون انه تستخدمها الثيرابيوتك يوز مات الأنالجيزية يستخدمونه كإزالة بالألم بعد أوبيد يستخدمونه بأي بين يعني يستخدمونه بأي بين سواء كان البين سلبة تراوما كانسر أي نوع من البين بعد ديارية هم مات لان احنا جلنا قلنا هو يمنع الديارية أوبيد ديقريز موتالتي من هاي مكررة مكررة راح يقلل الموتالتي بعد زيّد التون مات الانتستينال سيريكولار القوة يعني حتى شنو حتى يمنع الديارية بعد يقول من الدراجات اللي نستخدمهن بعلاج الديارية اللي من ضمن هاي العالمات المورفين اللي هي ال دايفينوكسيليد والليبرامايد الدايفينوكسيليد والليبرامايد هاي مات بعدها ما تزيل الكف المورفين لان قلنا يشتغل على السنتر كف المورفين سيبرز كف ريفلاكس مثل ما قلنا يقلل يعني الكف باختصار الكف ريفلاكس يقلل الكودين المورفين 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 مورفيا المورفين المورفين تخدير موضحي أو تخدير عام وكذلك يستخدمون بعض العمليات يعني إذا الشخص عده آلامه يعني يستخدمون كجرعة بس إزالة ألم وليس أنه يدخل مرة ثانية بتخدير فهذه مهمة الفرمانكو كانت كماته هو أورال دوز مورفين شاء الله أبزوربشن طبعا المورفين يقول هو يعني إذا ننطيه أورال دوز لا أبزوربشن يكون ليش؟ لأنه هو أصلاً رح يخضع على فرس باس بيتابولزم فيتجنبون أنه ينطونه أورالي مثل ما قلت رح يصير لفرس باس بيتابولزم عن طريق شنو أنه رح بالليفر يصير لسيكوند فيس إحنا عدنا فرس فيس والسيكوند فيس اللي هي رح يرتبط وهي اللي يتحول إلما إلى مورفين سكسي سين؟ ويكون هذا كل شيء يعني 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 إذا تحول يعني صار لميتابولزم تحول إلى هذا الشكل رح يكون تأثيرك يعني أنالجيزية كل شيء قوي يعني زالة الألم كروس بلد براين باريار بط لازار دام الفنتانيال الميثادون أند الهيرون هو يعبر أوكي لبلاد براين برا لكن كعبور أقل أقل من الفنتانيال والميثادون والهيرون اللي هس رح نجي نعرف ذلك شنو؟ فارماكو كانتك مثل ما قلت مكررية هنانا بما أنها رح تصير يعني لها فارس باس ميتابولزم فما ينطوها أورالي لأنه ينطوها شنو؟ حتى تصير الاستجابة إلي بالإضافة إلى هذا الشيء يعني إذا ننطوها أورالي بالجي آي تي رح يعني الابزوربشن ماتة كلش قليل بالجي آي تي أو بالإضافة إلى هذا الشيء حتى يسوي قررتك يعني تهيوج بالميوكوزا ماتة جي آي تي فما يحبذون أنه ينطوها أورالي يعني من ينطونا أورالي يعني تكون تركيزه حيكون ثابت تقريبا بالبلازمة أوكي نكمل كذلك ننطي المورفين على يعني بومب بومب إز أفايلابل يعني يعتبر بفعالية يعني شون أنتم مضخة ضخلية الجهاز بومب إز أفايلابل فور ديليفري مورفين إتالاو بايشن كونترول بيني ثروف سيالف أدمنستريشن يعني هي من وحدها تشتغل زين سيالف أدمنستريشن تسيطر لي على الألم زين شون السايد إفكت مالة المورفين بصرة عام المورفين بغض النظرة يعني عن ضيقة الإعطاء السيفير رسبايراتري ديبريشن أن ديث مي أوكور ان سيفير بوزنينج أوكي يقول راح يسوي سيفير رسبايراتري ديبريشن يعني ذاته تستخدمه جرعات حالية أكيد يعني لأنه هو أصلا يعني بعد يعتبر أوبيد زين نوزيا فوميتينج كونستيبايشن ديسفوريا يوريناري ريتينشن بروستاتيك هايبر تروفي يعني إذا شخص عنده بروستاتيك هايبر تروفي فسيعده يوريناري ريتينشن بعد هايبو تينشن إليفاشن أوف انتراكرانيال بروشر بارتكولاري ان هايب انجوري لذلك إذا شخص عنده كونت يعني هايب انجوري يعتبر كونترا اندكيشن ان انطي مورثين بعد سيربرال هايب أو سيربرال اند سباينال اسكيميا سيديشن هذا اللي يعتبر شنو سايد افكت لانه يعتبر سايد افكت كونترا اندكيشن مثل ما قلت الهايب انجوري البرونكيال اسمه الانتستينال perpetration الكوليساكتومي البيلاريكولك الفي incarnförياتيوس اليوريناري ريتينشن البروستاتيك هايبو رياتروفي ماء انطيهم مورثين لعنه سيسوي عندهم يوريناري ريتينشن كونستيبيشن ماء انطيهم مورثين لأنه هم هوا أصلا يسوي كونستيباليشن بعد البراجSnまず امichen ت rodent لن challenging بدائم الامراد contractors second stage contraction يقلل بعد high hypotension يعني اكو حرف الفير hypotension يسوي كذلك يعني اذا شخص عنده hypotension ما انطي ما انطي مورفين heart block ما انطي مورفين طبعا يعني شنو يعني من الجسم راح يتعلم علي فصير عنده ادمان علي هاي وحده كside effect فيقول physical and physiological dependence rapidly occur with the morphine and some other OB يعني راح مو بس هو المورفين حتى باقي OB ايضا اغلبيتهم راح الجسم يعني يصير physical and physiological يعني كناحية فيسيولوجية ووظيفية مات الجسم راح تعتمد علي يعني يصير ادمان عليها زيان فمن انقطعه عنه راح يصير عنده يعني شخص المدمن على المورفين المورفين يصير عنده nervousness restless anxiety بعد reining ear on nose ال eye on nose يعني صرسلان عنده بعيونه بالنوز dilation of pupil زين ومثل ما وقع هنا هاي العين هاي كلش dilation صار بال pupil بعد الغوث مثل ما واضح هنا يسموه جلد الاوزة هاي الشعر يكون الهذا منتصف في الغوث بعد twitching of muscle painful crumb vomiting diarrhea and increase of respiratory rate and blood pressure هذان شنو يعتبراني يعني اذا شخص قطعه اه شرح يصير عده بعد elevation of body temperature withdrawal septum اه اوكي من قطعه اني يعني ادقلل هذي withdrawal septum شنو انطي اعالجة انطي الميثادون او انطي ال bubarnorphine او الكلون دين زين drug intraction drug intraction with the morphine are possible طبعا هذا الدراج يعني يسوي يعني intraction يعني ويأذر الدراج اذا هو ياخذ دراجات ثانية فيسوي احتمال intraction وياها فيقول drug intraction with the morphine are possible the depresant action of morphine are enhanced by co-administration with the cns depresant يعني احتمال اتا مثل تاخذها او يعني لا سمح الله الpatient اي patient ياخذه مثلا ياخذ مورفين او ياخذ ويا antidepressant دراج فراح يصير بلا تم تفاعل سوهم يعني على سبيل المثال مثل عندنا البنزو دايزيبين زين فيصير احتمال يعني بينهم intraction بيثادين او الميبرادين الميكانيزم اكشن هذا رح يشتغل على الميو والقابا ريسبتر طبعا هذا مهم هذه الفروقات بينه وبين المورفين يقول هذا الميديبرامين او الميبرادين عفوا الميبرادين هو دفير افرام مورفين من خلال ذن النقاط يعني اتوقع يوجد صراحة ليش مهمات هاز shorter duration of analgesia خلنا اخذ لهم تقطة الشاشة حتى نزلهم بالقناة هذا شنو الشورت duration analgesia يعني فترة قصيرة انه يزيل الالم ذا المورفين لا لونج هذا لا يستخدمون يعني انه يوقفون الكاف لا المورفين قلنا نستخدم هذا يعني الى تأثير كلش قليل انه كهايبناتك انه ينوم هذا السؤال لا شسم المورفين الى بعد يعني قليل يسوي كونستيبايشن بس المورفين لا يعني مور انه يسوي كونستيبايشن هنان يقول مثل المورفين هما تسوي كونستيبايشن للبيلاريس في اكتر هاي هنانا ما يعني ما كو نقطة فرق هاي اثنين هنالات يشابها بيها يقول يقول لا يسوي تضيق بالبؤمال عين بالمورفين اش قلنا قلنا يصير بامبيوت بينما هنانا بالمبراد لا يصير دايليشن بالبيوبل زيان يشتغل مثل الاتروبين الاتروبين هما تسوي دايليشن فهذا يشتغل مثله يعني عكس المورفين تسوي مورفين المورفين لا يسوي يورينا 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 هنا لا يشتغل برون تشال بيرت يعني ما تستخدم المرأة يعني البرغنانسي لا هنا ما يؤثر مو كلش انه يؤثر فعادي انه تستخدم يعني مو عادي وانا ما يعتبر كأفكت اقل ليس يعني زين المن يستخدم هذا المبرادين يستخدم بالمودرية باين اذا شخص عنده مودرية باين ما يفيده يعني اذا شخص عنده كف وديارية يقول ما يؤثر ما يفيده يؤثر لا يؤثر على مصول لذلك يعني يقول ما يؤثر يعني على تأثير مو كلش على مصول يعني عادي اذا شخص عدي بالانتستان عادي انه يستخدم لأنه مو كلش تأثير زين مو مثل المورفين زين هسا نجي للهيرون الهيرون هو طبعا مادة مخدرة ويكون يعني ما لها اي تأثير علاجي ما يستخدموها بالطب فيقول هي قوتها اقوى من المورفين بثلاث مرات يعني ثلاث ضعاف يعني يعني تكون هذه لبد فتعبر البلد برين 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 اكثر من المورفين بالتالي شرح سوي ايفوريا بنسبة عالية لأنها راح تعبر البلد برين 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 اكثر من المورفين يزمائلها استخدام مجال الطبي الميثادون هسا نجي للميثادون يقول الميثادون هو يعتبر sensitive orally active يعطى orally proximality equal potency تقريبا يعني كتأثيرة يعني كأفكاسية يشبه المورفين بطلوس produce less ايفوريا لكن قليل انه يسوي ايفوريا زين it has long duration of action than morfine long duration ما اطول من المورفين تقريبا 24 ساعة الميكانزم اكشن ما راح يشتغل على الميورسابتر يشتغل على الميورسابتر بينما المورفين اذا تذكرون شكيف اليا رسابتر قلنا على القابة وعلى الميور زين الميثادون يستخدم بالمدرات وسيفير بين وكذلك بالكونترول وذي دراول سبتم of هيرون and مورفين ديبندنس ميثود كاز ميل وذي دراول سبتم هو يقول اذا شخص يستخدم هيرون هذا المادة المخدرة او يستخدم المورفين ومدمن عليها وريد خليه يفطعها شنو اطين الميثادون ليش لاني يساعده انه يقلل الوذي دراول سبتم هو اوكي يسوي وذي دراول سبتم لكن تعتبر ميلد مو سفير اوكي فنقدر يعني كالشي تريتمت حتى يساعده انه يقلل ادمانه على المورفين والهيرون نستخدم الميثادون بعد اش عدنا عدنا الاكسيكودون and الاكسي مورفون الاكسيكودون is semi synthetic المورفين يعطى orally it's orally active and sometimes formulated with يعني aspirine or acetaminifone او يعطى يعني موحدة يعطى other drug convention يعني الى الاسبرين ويا البراثيتيمون اللي هو نفسة acetaminifone it is oral analgesic effect تأثيره شنو هو analgesic oral يعطى effect approximately twice that of مورفين يعني تقريبا الافكاسي او effect mata ضعف المورفين مرتيا يعني تأثير ازالة الالم use only patient who are tolerant to obid يستخدمون مش وقت لما patient يصير له يعني مقاومة او يعني tolerance يصير جسمه بعد ما يستجاب للأذر obid فيتطوش انه الاكسيكودين او الاكسي morphine زين هسا عندنا الفين تانيال الفين تانيال هو synthetic obid اوكي synthetic obid chemical related to morphine يشبه المورفين بتركيبته has يعني 100 felt analgesic potency of morphine تقريبا يعني كأنالجيزic يعني ميت ضعف المورفين تأثير كpotency ميت ضعف المورفين كلش قول اقوة من المورفين تهالي لايبوفيلك هو لايبوفيلك has rapid onset طبعا المفعولة كلش يعني بسرعة بسرعة يبدير rapid onset on short duration تأثير يعني قليل فترة قليلة يعني 15 إلى 20 30 دقيقة عفل لذلك هذا الفنت ثاني يعني مو اي واحد يستخدمه يعني اذا يريدون يستخدمون كمادة مخدرة كأنس تتك مثل دكتور التخدير اللي خاص بالتخدير هو يعني يستخدمه حتى مو الدكتور يعني يعني احنا الاطباء لا دكتور التخدير هو واحد إيديا مكسورة فيريدين يجبروها فيخدرون ينطب فنتاني اللي أنا أعلى تباه شوية بس مجرد أنه فترة قصيرة من 15 إلى 30 يعني لأنه ما رأي دي طول بعد طريقة الإعطاء مات الفنتاني IV الإبديورال الإبديورال يعني احنا عدنا طبقات بالبراين اللي يتغطي اللي هي الاركينويد والإبديورال فهو يتغطي بطبقة الإبديورال فيسموها إبديورالي بعد يتغطي عن طريق الإنتراثيكال فينطب إنتراثيكالي أو الترانزميوكوزال والترانزديرمال الفنتاني إذا يعني ننطي يعني لوكالي شوكت عن طريق يعني الإبديورال أنالجيزية عن طريق الإبديورال المن للوبر يعني أما للوبر يعني الفيمال البريغنانسي خلال فترة اللوبر وبعد شنو وبعد يعني الأوبريتيف حتى نزيل الألم يقول كذلك نستفاد من عنده لكن طريقة الإعطاء يعني أورال أورال ترانزميوكوزال هذا الفنتانيين ننطي للأشخاص اللي عندهم كانسر وصار عندهم شنو توليرانس للأذر أوبيد فننطيهم فنتانيين شنو يا صيغة أورال أورال ترانزميوكوزال كذلك نعطيها كذلك نعطيها transdermal is because death resulting from hypo ventilation has been non occur يعني لازم نستخدمها بحذر لاش لا راح احتمال سو نتيجة انه بعد يقول انه ما لازم نستخدمها كالشي يعني تقريبا 12 ساعة يعني اذا واحد بعد العملية واريد اواخر الالم عنده الالم قوي ما انطيها بالباتش لان يعني بعد اصناع الساعة الله يبين وفعولها فاني انطي اشياء بديلة عنها فما نستخدم الباتش اوكي الفنتانيال طبعا انا ندحش فنتانيال الفنتانيال is metabolized inactive وطبعا هو inactive او عفوا انه هو metabolized يتحول انما يصل metabolized يتحول الى inactive يعني بالليفار يتحول الى inactive عن طريق الايزو انزيم and the drug that inhibit this iso enzyme can potent the effect of fentanyl لكن اذا شخص ياخذ اه انهبشن مثلا دراجات يتسوي انهبشن للفنتانيال فتأثيره شو راح يكون اه راح يصير يكون قوي لان راح يتراكم يتراكم بدا فيكون تأثيره كلش قوي potent effect of fentanyl زين البربيرشن اه يقول راح تطيء يعني احنا مثل ما قلنا نطيء transdermal patch or transmucosal preparation are used for cancer patient اذا اشخاص عندهم cancer فننطيهم البنت تانية اه قبل شوية قلنا ننطيهم oral فهو اما oral transmucosal او ننطيهم transdermal patch هنا نذكرها راجعه هو ننطيء transdermal اورal oral transmucosal او بس transdermal patch هذا علام منه اهل الكانسر زين ال moderate agonist هسه راح نجي ناخد ال agonist مثل من عندنا الكوداين الكوداين is converted to morphine بهذا الكوداين اذا طيته للباشر شو راح يتحول داخل الجسم راح يتحول الى مورفين يصير للميتابوليزم وتحول الى مورفين زيان احنا اش قلنا قلنا المورفين هو مزين للألم فهذا الكوداين بالجسم راح يشتغل شغلتين من التحول الى مورفين راح يشتغل كرليف بين او من اكو قسم منه يبقى كوداين فاش راح يشتغل ككف يعني على الكف حتى يزين للكف يعتبر انتي تيوسف يعني شنو مضاد للكف فلذلك يؤدي شغلتين ريليف بين او كاف ات اوفن كمباوند واذاها يعني مرات يستخدمونه ويا الاسبرين او كذلك ويا الاسيتاميني فون هسنا نجي للبروبيكسي فان البروبيكسي فان يستخدمونه بإزالة الألم سواء كان ميلد او مودريد اتكون بنشنوية الاسيتاميني فون الانتي تيوسف يعني كمضاد للسعال الضرقات اللي من ضمن هاؠة العائلة طبعا هو البروبيكسي فان هو اسم عائلة الدرقات اللي من ضمن هاة العائلة اللي هي نسميها الفينوكسيليلت واللبروميت الفينوكسيلت واللبروميت there use distracting بينما الدرقات اللي من ضمن هاذه العائلة واللي يستخدموها بالدائرية اللي هي عفوا نعست حاليا فعذروني الفينوكسليت والليبرومايد لان هسا ساعة باش ساعة بثنتين وواحد وخمسين دقيقة بالليال طبعا فاش يقول يقول الفينوكسليت والليبرومايد هذان اثنين عقلين شنو يستخدموه للديارية هن من ضمن هذه العائلة اللي برواف وف ديارية ولا يستخدموهن للديارية بينما اللي من ضمن هذه العائلة ايضا اللي هو هو هذان ايش استخدمه للكف زين حتى ازيل الكف زين عادنا اكدرقات تشتغل agonist يعني وanti agonist وباشر agonist drug stimulate one receptor but block another termed mixed agonist لذلك ايش يقول هي مرة تحفز الريسبتر ومرة تثبت الريسبتر لذلك تلقوا عليها mixed agonist anti agonist يعني مرة شو تسوي تثبت الريسبتر نفسيته ومرة تحفزه هو نفس الدراج هاي شو وقت يقول هاي تعتمد على اه الexposure to obid exposure prevails exposure to obid هذي مهمه شو هون؟ يعني اذا الشخص متعرض الى obid هذي رح تشتغل anti agonist لكن اذا لا والله الشخص ما متعرض هذي اول مرة anti agonist لا يشتغل ك agonist شوفو يقول individual who have not recently received the obid يعني يقول اذا الفرد او الشخص ما متعرض ابدا الى obid شو نسميه هذا؟ Navi patient mixed agonist anti agonist show agonist active are used relieving راح هذا التأثير احنا ممكن نسميناها mixed agonist anti agonist فهو ش راح يظهر من التأثير راح يظهر تأثير agonist activity لان هو ما متعرض مسبقا هاي اول مرة رطيته زين اذا patient لا والله متعرض الى قبل سابقا الى obid هذا ال agonist anti agonist drag شو راح تظهر للمين تأثير؟ راح تظهر تأثير anti agonist هاي anti agonist راح تظهر لان هو متعرض سابقا زين البنتازوسين البنتازوسين act agonist هذا راح يشتغل على ال GABA receptor and weak anti agonist كذلك على الميو وهذا راح يشتغل عليهم كلهم و الدلتا ريسابتر it's used for or to relieve moderate pain it's produced less ephoria compared with morphine يعني الايفوريا اللي يسويها قليلة بالمقارنة ويها المورفين هذا البنتازوسين بعد according to anti agonist action هاي راح يشتغل هذا anti agonist تره anti agonist it's recipient يعني هو شجلنا هو anti agonist على الميو والجسم اه الدلتا لكن agonist على ال GABA خش اه يقول it's recipient with the drawl septum and morphine abuser but does not anti agonist their respiratory pressure يقول اه هذا من شخص ياخذ يعني مورفين وياخذ ويا ادراج اللي هو البنتازوسين وقطع المورفين ايش راح يسوي راح يخلى the drawl septum تطلع عنده بسرعة بسرعة هذا البنتازوسين زيان لذلك ايش يقول but does not anti agonist their respiratory depression يقول هو ما يسوي يعني not agonist او not anti agonist اه يعني ما يسوي تثبيت المن لل respiratory depression يعني ما يسوي respiratory depression زيان هسا عدنا البابرينورفين البابرينورفين هو bar shell bar shell agonist يشتغل على الميورسابتر metabolism to active metabolism هذا يصير على metabolism يعني هذا برويد راكترا يصير على metabolism يتحول الى active metabolism برويد رزم داخل الجسم و الشي يكون يكون ايش يكون هاي من يتحول الى active يكون يصير كلش هاي افينيتي للميورسابتر زيان يصير كلش هاي افينيتي يعني كلش الى القابلية ان يرتبط بالميورسابتر بالمقارنة ويعني الاذر الدرق اه ان اديشين is weekly inhibit re-uptake هذا شنو تأثيره شنو الميكان زماتة هذي مهمة هذا راح يسوي شنو انهبشين او weekly inhibitor للريابتك نور ابنفرين and serotonin it use management moderate of pain نستخدمه بعلاج moderate of pain less respiratory depression than morphine يسوي respiratory depression هو لكن بنسبه اقل من المورفين بعد النولوكسين كان بارشي ريفيرز the effect of الترامو دول راح طبعا اذا شخص ياخذ نولوكسين وياخذ ترامو دول راح يكون اكوي يعني يأثر النولوكسين يأثر على الترامو دول بعد اذا overdose or drug drug and attraction with the selective serotonin re-uptake inhibitor او mono amino oxidase او tricyclic anti-depressant can lead CNS exustation and seizure اذا شخص ياخذ هذا الترامو دول وهي الدراجات اللي هسا عددتها اللي هي الدراجات نستخدمها بعلاج anti-depressant زين فاش راح يسوي عنده يسوي عنده seizure ويسوي عنده exustation اذا نستخدمه لاني الترامو دول او نستخدم احد الدراجات اللي نستخدمه كعلاج ال-depressant can produce dependence يعني شنو الجسم او يعني الاعضاء الجسم تتعلم عليها تدمن عليها يسوي لي شغلات مزينة بعد التابنتادول the mechanism of action التابنتادول is similar traumadol يعني نفس الميكانزم action يقول traumadol او التابنتادول is mainly metabolism to inactive من يصر الميتابوليزم يتحول الى الاكتف بينما الترامادول قلنا لا يصر الميتابوليزم يتحول الى الاكتف and does not inhibit or induce the cytochrome B4 B450 enzyme system يقول ما راح يسوي لا تحفيز ولا يعني تثبيط هذا الانزيم يعني ما يسوي حتى لو ياخذ اذر الدراجوية ما ما الى شغل يعني because التابنتادول does not produce active metabolism doesn't adjacent is not necessary in mild to moderate renal impairment يقول اذا شخص عده renal impairment يعني فشل كلوي ما اكو داعي انه احول يعني اسوي تغيير او تعديل بالجرعات ماتة لان هو اصلا هو برودراج فمن داخل الجسم راح يتحول الى inactive فما يأثر عادي يعني حتى لو اذا شخص عده renal impairment فما يحتاج انه اسوي تعديل للجرعات وما اعرف شنو ما يحتاج لان هو اصلا inactive مو اكتف حتى انا اخافه سوي لفد هذا لا ما علي بعد التابنتادول should be avoided in patient who receive اذا شخص ياخذ اه يعني mono amino oxidase inhibitor اللي هي تعتبر antidepressant drug لمدة اربعة عشر يوم ما لازم انطيت التابنتادول بعد it is available in immediate release and extent and release formulation يعني الجرعه ماته في البلازمة فتكون يعني اطول هسا نيجي المن للanti agonist اللي هو عدنا النالوكسون 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 is competitive anti agonist هذا راح يشتغل كanti agonist على الميوم والقابا والدلتا ريسابتر ويكون يعني tenfold higher affinity for اكثر شي يعني راح يكون الافنيتي ماته على الميوم اكثر من القابا واكثر من الدلتا ريسابتر النالوكسون is used reverse in the coma and respiratory depression of a boy overdose with the 30 seconds يقول راح شي يسوي 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 respiratory depression اذا تطيب جرعة عالية كلش يعني ويكون مفعولة يبدي يعني بعد 30 ثانية يبلش مفعولة زين ات rapidly disabled all obede molecule form receptor because of short duration مثل ما هو يكون short duration تقريبا half life ماته 60 الى 100 دقيقة treated patient may relapse into respiratory depression يعالج patient اللي يعدهم يعني relapse respiratory depression يعني دائما يساعدهم respiratory depression لأنه ما قلنا anti agonis it has no pharmacological effect of normal individual اذا مثل شخص ما عنده شي طبيعي وقطي يعني هذا النالوكسون فشي يقول يقول ما الى تأثيرات يعني side effect او هشي الشي but it precept with withdrawal septum in obede abuser يعني اذا شخص ما يستخدم اي obede ما الى تأثير لكن اذا لا والله يستخدم obede وياخذ naloxine ويعني يعني يعني يقطع ال obede فيصر عده withdrawal septum يحفز انه يصر عده withdrawal septum كلش صورة كلش عالية هسا نجي النالتروكسين 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 هو هم similar to naloxine يشبه النالوكسين but it has longer duration هذا كلا short duration هذا long duration اذا كالهالف لايف ما تقلنا يطول ستين الى مية دقيقة تقريبا هذا block effect of obede naltoxine convention هذا نقدر نستخدمه وهي يعني other drug مثلا clondine bubarnorphine is used for rapid obede detoxification يعني شنو الزين تأثير يعني استخدمه شنو بازالة التأثير مثل obede يعني اذا انا منطيع obede بجرعات كلش عالية اقدر استخدم naloxine بيمن بازالة التأثير obede it may also use for alcoholism by unknown mechanism يستخدمونه كذلك يعني المدمنين على الكحول لكن كmechanism ما معروف هذا nalotroxine الhebatotoxic effect يسوي hebatotoxic effect يعني side effect الهنا خلصنا محاضرة الفارما اللي هي اخر محاضرة بالكورس الثاني واخر يعني محاضرة بالفارما اشرحها يعني ان شاء الله تكونوا يعني فاهمين عليها وان شاء الله يكون الشرح واضح بالتوفيق ان شاء الله للجميع